اشتركوا في القناة ثم انتهت اقامتهم وكذلك ممن دخلوا البلاد بمجب سمات دخول او زيارات بكافة انواعها والمستفيدين من القرار الوزاري رقم 444 لسنة 2020 والحصلين على اقامة مؤقتة لمدة ثلاثة اشهر حتى تاريخ 31-08-2020 ومن ثم حصلوا على اقامة مؤقتة لمدة ثلاثة اشهر اخرى من تاريخ 1-09-2020 وحتى 30-11-2020 وذلك اعمالا للقرار الوزاري رقم 598 لسنة 2020 بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء انتشار جائحة كورونا وما ترتب عليه من تعطيل معظم وزارات الدولة عن العمل الى المصارع في تعديل اوضاعهم بالنسبة لحاملين الاقامات العادية بكافة انواعها او المغادرة ممن دخلوا البلاد بموجب سماد دخول او زيارات بكافة انواعها حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية وتناشد الادارة بجميع الكفلاء واصحاب العمل بان يقوموا خلال هذه الفترة بتعديل اوضاع مكفوليهم والعمل على استكمال اجراءات تجديد اقامتهم العادية سواء عن طريق موقع وزارة الداخلية الالكتروني او من خلال مراجعة ادارة شؤون الاقامة بالمحافظات كما تدعو جميع الزائرين الى تنظيم اجراءات سفرهم والحرص على مغادرة البلاد قبل انتهاء المهلة الوزارية المحددة بتاريخ 30-11-2020 واشارت الادارة الى ان وزارة الداخلية ستقوم بمباشرة كافة الاجراءات القانونية بحق المخالفين بعد انتهاء المهلة الوزارية المحددة بالقرار الوزاري بتاريخ 30-11-2020 وسوف تقوم بابعاد المخالفين ولم يتم السماح لهم بالعودة مرة اخرى للبلاد ترجمة نانسي قنقر